سياسة الردع الجديدة التي بدأت واشنطن في اتباعها أقصد يعني الرد على الهجمات التي تتعرض لها سواء في العراق أو سوريا هل ستسهم في إنهاء الهجمات أم ربما في التساع رقعات الصراع الشرق أوسطي ومن يضمن أنه لن يخرج عن نطاق السيطرة وما دور إيران في ذلك؟ أعتقد إيران ستقاتل حتى آخر شخص من أزرعها وستتجنب أن تتورط مباشرة في العمليات العسكرية هي بشكل عام كانت هذه خطتها وهذا هو الميل العام لديها وبالتالي قضية تبقى المشكلة هي مشكلة الأزرع ونعم ستتسع في رأيي أنا دائرة ملاحقة وتضييق على هذه القوى بشكل تدريجي لا شك أن الأمر كله يرتبط بالطريقة التي ستتم فيها إنهاء العمليات في غزة ولكن يجب أن نترك بأنه منذ الآن هناك حالة تحدي قد تنزل بسرعة كبيرة جداً في اتجاه مواجهة في لبنان الإسرائيليون يعني مشددون بأنهم يريدون إقصاء حزب الله على سبيل المثال إلى ما شمال ليطاني وهذا أمر لن يتم بدون عمل عسكري إذن نحن أصبحت لدينا أجندات ملحة سببها بالأساس انهيار الثقة في التفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإراني اشتركوا في القناة